أدانت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان جريمة استهداف طائرة مسيرة تابعة لمليشي الحوث الإرهابية لتجمع للنساء والفتيات عند بئر للمياه في قرية برح السيد بعزلة المجاعشة في مديرية مقبنة تابعة لمحافظة تعز واعتبرتها جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الإنسانية وكانت مصادر محلية أوضحت أن الجريمة الإرهابية أسفرت عن استشهاد ثلاث فتيات شقيقات وامرأتين وجميعهن من أسرة واحدة حيث تحولت أجسادهن إلى أشلاء وقالت المصادر إن مليشي الحوث التي تسيطر على المنطقة وصلت إلى مكان الحادثة وقامت بتجميع الأشلاء وتمص معالم الجريمة وسارعت في اختلاق رواية مغايرة للحقيقة واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان استمرار مليشي الحوثي الإرهابية بإطلاق الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين واستهداف النساء والأطفال والمناطق المأهولة بالسكان جريمة حرب ودعت الشبكة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي والضغط على مليشي الحوثي لوقف هجماتها على المدنيين ومحاسبة القتلة والمتورطين من قادة المليشي اشتركوا في القناة